اشتركوا في القناة تختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكامل وهنا ما بيقولش لتعرفه لكن تختبره تلاقي نفسك انت بتعيش فيها كل يوم فالله يريد كل الخير لنا للانسان على المستوى الروحي والنفسي والجسدي والله لن يضح بخيري وساعدتي في اي بعد من الابعد على فكرة الله لا يصنع شر للانسان لان عادة انسان بلوم الله على فكرة ده ده امرهم جدا محتاجين نفهمه يا استيس نزار يعني مقدر ومكتوب لما يجي يحصل شر نقول مقدر ومكتوب يعني ربنا مقدرهولك ومكتوب على الجبينك والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين وربنا كتبوا على جبينك فانت لازم هتعدي فيه الكلام ده كلام غلط ده كلام شرير حطوا ابليس علشان يشوه صورة المحبة الالهية في نظر البشر الله لا يقدر الشر للانسان الله لا يكتب الشر للانسان ما قدرش يقلوم الله على اللي حدث وإلا أكون بلوم شخص تاني على حاجة هو ما عملهاش يقول الكتاب أن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد بالشرور الله لا يجرب بالشرور عشان كده الله صالح إردته صالحة يريد أن يصنع الصلاح لكل البشر شكرا